السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة النهاردة تتكلم عن تفسير رؤية الجلباب في المنام يقول ابن سيرين ان رؤية الجلباب في المنام للشاب الاعزب تدل على الزواج اما اذا رأى الشخص في منامه انه يرتدي عباءة واسعة وفتفاضة دل ذلك على ساعة في الرزق وعلى روحه في الحياة اما اذا رأى الرجل في منامه انه يرتدي جلباب اسود ممزق دل ذلك على ان هذا الشخص سيعود من مشاكل كثيرة في حياته اذا رأى الرجل في منامه انه يقوم بشراء الجلباب دل ذلك على الحظ وعلى الحماية اما اذا رأى الرجل انه يرتدي جلباب نسائي دل ذلك على ان هذا الشخص زو شخصية ضعيفة ولا يستطيع ان يقوم باتخاذ القرارات اما اذا رأى الرجل في منامه انه يقوم بارتداء جلباب سميك ويستره دل ذلك على ان هذا الشخص الرائي يقوم بارتكاب الكثير من الاعمال التي تخالف الشرع والقانون والاخلاق تفسير رؤية جلباب في المنام للمرأة يقول ابن شاهين ان اذا رأت السيدة في منامها انها تقوم بخلع الجلباب ولكنها تشعر بالخجل دل ذلك على كشف سر كبير عنها امام الاخرين اذا رأت انها تقوم بارتداء جلباب واسع دل ذلك على الحمل للسيدة المتزوجة وعلى الزواج والسطرة للفتاة العزباء اما اذا رأت الفتاة انها ترتدي جلباب سمين مصنوع من الصوف او من الحرير دل ذلك على الحصول على مال كثير وتدل هذه الرؤية على الزواج من رجل غني للفتاة العزباء وفي حالة رأت السيدة في منامها انها تقوم بشراء جلباب غالي السمن دل ذلك على انها سوف تعيش في حياة سعيدة وهنية ستسعد كثيرا مع زوجها عندما ترى انها ترتدي جلباب قديم ومرقع ومتسخ دل ذلك على انها تعاني من وجود الكثير من المشاكل الاسرية وانها تعاني من التخبط وقد تدل هذه الرؤية على خسارة الكثير من المال اما تفسير رؤية شراء الجلباب في المنام اذا كان الحالم رجل يرى انه يشتري جلباب في المنام فهذا يدل على تقوي الحالم وتمتعه بالحماية وعدم قلقه وكلة مخاوفه حيث انه ملتزم بالصراط المستقيم ويرجع الى الله في كل امور حياته اذا كانت المرأة فهذا يدل على سعادة وسلام عيشتها واستقرار علاقتها بزوجها والاحترام المتبادل بينهم اذا كانت المرأة الحالمة حامل فهذا الرؤية بوشها لها بالراحة والحظ الوفير اما تفسير حلم الجلباب الاسود اذا كان الحالم متعود على ارتداء الجلباب الاسود في الواقع فهذا يدل على خير وفير ورزق واسع سوف يصيب الحالم والحصول على مال كثير او الى السلطة اذا كان الحالم غير متعود على ارتداء الجلباب الاسود في الواقع فهذا يدل على بعض الصراعات والمشاكل التي ستصيبه وانه سوف يمر بفترة من الحزن وعليه الصبر اذا كان الرجل يرتدي جلباب اسود مكوي فهذا يدل على مكان رفيع ومركز هام سوف يناله بين اقرابه اذا كانت المرأة المتزوجة ترتدي جلباب اسود مكوي ونظيف فهذا يشير الى علاقتها المطمئنة والسعيدة مع زوجها وشعورها بالامان وايضا اذا لم تكن حامل فتكون هذه بشة لها بالحمل اذا كان الجلباب واسع تفسير ارتداء جلباب بني في المنام يشير ذلك الى الامان المؤقت والقلق كما انه دليل على الزيف والخداع اما تفسير حلم لبس الجلباب واسع في المنام اذا كان الحالم امرأة فهذا يدل على صلاح دينها وقربها من الله عز وجل اذا كان الحالم رجل فهذا يدل على رغض العيش ورزق واسع في الطريق اليه اما تفسير رؤية الجلباب الابيض في المنام قد يدل على الكفن فيكون ذلك باقتراب اجل الحالم او يدل على الحزن بسبب فجدان شخص غالي قريب عليه وقد يشور الى فستان زفاف اذا كان الشخص اعذب فهذا يدل على انه سوف يتزوق قريب اذا كان الصوب الابيض يحمل تطريز فضي فهذا يدل على الصفر خارج البلاد اذا كان الحالم طالبا فهذا يدل على حصوله على مرتبع عالية بعمله اما تفسير حلم الجلباب الاحمر في المنام يدل ذلك على عدم قبول الحالم بامر ما وضيقة من ذلك الامر وقد يشير الى معصية وقع فيها الحالم اما تفسير الجلباب الازرق في المنام اذا كان الحالم رجل فهذا يشير الى طموحاته الجيدة وخاصة اذا كان الجلباب نظيف اذا كان الجلباب الازرق متسخ فهذا يبشر الى حالة قادمة من الغم والنكد اذا كان الحالم فتاة عزباء فهذا يدل على حدوث اشياء جيدة وتطورات سعيدة في حياتها اذا كانت المرأة المتزوجة فهذا بشة لها حيث نجاحها في عمل تجاري او وظيفة واذا رأت زوجها يرتدي جلباب ازرق فهذا يدل على نجاحه في عمل ووصوله ممكانة مميزة فيها عن قريب اما تفسير حلم الجلباب في المنام للحامل يقول فقهاء تفسير الاحلام ان اذا رأت السيدة الحامل في منامها انها تقوم بشراء جلباب جديد دل ذلك على السعادة وعلى الراحة في الحياة وتدل هذه الرؤية على تغيرات كبيرة وجوهرية سوف تحدث في حياة هذه السيدة بعد الولادة اما اذا كان الجلباب غالي السمن دل ذلك على مال كثير ورزق وفير سيأتي اليها ودي تكون نهاية حلقتنا النهاردة عن تفسير رؤية العباية او الجلباب في المنام اتمنى الحلقة اتنال اعجابكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته